كيف نشعر بالسعادة من دراستنا؟ هناك ثلاثة أشياء إذا أتقبتها وجعلتها في ذهنك شعرت بالسعادة من الدراسة أولاً أدرس لأن الدراسة عبادة وكل العبادات مبنية على التعلم والدراسة فإنما تدرس، إنما تفتغ كراسة، إنما تفتغ كتاباً إنما تحفظ نصاً اعتقد بأنك في عبادة رب السماوات والأرض في هذا لن تخثر ولن تندم سواء وزفت بعد الدراسة أو لم توظف فإنك رابح فالدراسة بحد ذاتها عبادة ونجاح وسعادة ثانياً أدرس لتنفع الناس وتسعد الناس فأسعد الناس من أسعد الناس فإذا أسعدت الناس بدراستك ونفعتهم بها فإنك تشعر بالسعادة وتشعر بالراحة ودراستك وعلمك يزداد كلما نشرتها وكلما خدمت بها الآخرين ثالثاً أدرس لخدمة دولتك ولنفع دولتك فنحن نئيش في الدول وهذه الدول تقدمها وتطورها مبني على ماذا؟ على الدراسة والتعلم بهذه الأشياء الثلاثة تسعد في دراستك لن تشعر بالخسارة لن تشعر بالندم فأنت ناجح وأنت سعيد في كل الأخوات ترجمة نانسي قنقر